أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن استمرار الحرب في غزة ستكون له تدعيات اقتصادية على العالم أجمع ما لم يتم التوصل إلى حل سريع بشأن إنهائيها وخلال استقباله وزيرة الخارجية البلغارية ماريا جابريال بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة أكد مدبولي دعم مصر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير المصير واستقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مشيرا لاستمرار مصر في جهودها الدبلوماسية للتوصل لحل بشأن وقف الحرب على قطاع غزة وعلى صعيد العلاقات الثنائية أهرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بإمكان توفير منطقة متخصصة للشركات البلغارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستعرضا جهود الدولة لمنع الهجرة غير الشرعية بشكل مباشر من مصر من جانبها أكدت وزيرة خارجية بلغارية أن مصر شريك أستراتيجي لبلادها لافتة إلى انفتاحه صوفي على مزيد من التعاون مع القاهرة في مجال تصدير القمحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر